نعيز أقول لكم أن المبارح انطلقت فعاليات الحوار الوطني لمنع قطع الأشجار اللي تم تدشينه تحت شعار مبادرة المئة مليون شجرة مسئولية مشتركة وبيستهدف عدد كبير من رسائل الأهداف العامة أبرزها العمل من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة البيئة خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور علي أبو سن رئيس جهاز شؤون البيئة من نورنا على تريفون صباح الخير على حضريك يا فندم وبعد التحية لو تعرفنا على إيه هي الأعمال والفعاليات اللي بيشتمل عليها الحوار الوطني اللي منع قطع الأشجار واللي بيتم تدشينه تحت شعار مبادرة المئة مليون شجرة مسئولية مشتركة صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين طبعا الحوار الوطني كان مبادرة مهمة جدا من وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العرب ومشاركة العديد من المزارات والجهات الفعلة وكان الهدف الرئيسي من هذا الحوار هو التأكيد على أن الدولة المصرية بكل أجهدتها تضع عملية قطع الأشجار والدليل طبعا أن احنا عندنا مبادرة صند الرئيس لمئة مليون شجرة بتنفذ على سبع سنوات والغرض منها الأساسي هو زيارة مساحة الخضراء في الدولة المصرية وكان برضو فعاليات هذا الحوار الوطني الهام جدا بتؤكد على أن في العديد من المبادرات تمت على الأرض وعملية التشكير في حوالي 10 مليون ونص شجرة تم زرعتها في كافة أرض مصر وتم التأكيد برضو على أن في العديد من الأخبار المغلوطة اللي بيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لها علاقة بعملية قطعة هنا أو هناك ولكن برضو كانت أهمية هذا الحوار أنه هو برضو حط رؤية مهمة ترفع لدولة رئيس الوزراء في عالية تفعيل هذه المبادرة من خلال وجود ألية للتخطيط والتنفيذ والمراقبة لتنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية وأعتقد دي كانت أحد النتائج الهامة جدا لهذا الحوار الوطني اللي شارك فيه المجتمع المدني بشكل كبير جدا وتم برضو في هذا الحوار الاتفاق على أنه فيه الحاجة من الأليات الاداعمة لهذه المبادرة على فرين المساء لعمليات التدريب للموظفين والعملين في هذا القطاع على عملية التشدير ضرورة أن يكون فيه وعي وحملة وعوية كبيرة لنسائج عملية التشدير على المستوى الجمهورية يعني تريد كانت برضو من الحاجات المهمة جدا في هذا الحوار الهام لكن كان أهمه التأكيد بشكل كبير أن الدولة المصرية على مستوى الحكومة وعلى مستوى كل الأجهزة ضد عملية القطاع الأخذار بأي حل من الأحوال خليني برضو أكثر وضوحا مع حضرتك في أحياء يمكن تضرر أهلها بشكل كبير من اختفاء بعض الأشجار زي حي مصر الجديدة مثلا هل في حضرتكو حطين حملة من أجل عودة التشدير بشكل ما أو بآخر من أجل تعويض المساحات الخضراء اللي قطعت في هذا الحي على سبيل المثال أنا أعلى من الحملة في كل أنحاء الجمهورية ولكن أنا أتكلم في بعض الناس اللي اشتكت ده سؤال مهم جدا نظام حاليا تقول هنتكلم بالوقت على المساحات الخضراء كلمة مساحات الخضراء لا تشمل فقط الأشجار ولا تشمل كل أنواع التشدير بكافة أنواعه فحطة التعويض دي أساسية ومهمة وفي كل أنحاء العالم طبعا في بعض الأماكن يتطلب التخطيط العمراني أو الدنية العمرانية أو بعض الأنشطة القومية أننا بيكون في بعض الاستعادة لبعض الأشجار ممكن يكون تم مش هقول إزالاتها بالعمل ولكن لأسباب معينة فعملية التعويض وبذلك الحملة اللي هي الموجودة المئة مليون هداثها الرئيسي أن يكون عندي عدد الأشجار أكثر ففي حي مصر البيضة محلاج أسار إحنا مثلا في حي الميرلاند بذلنا كذا مرة ونبهنا على البيهات المحلية أن لا يتم بأي حال من أحوال عملية تخطيع الأشجار مثل في حديث الميرلاند ولكن يتم عملية تهجيبه غيره ولو تم بعض الحالات لو أنا بعمل الطريق أو غيره بعض المزالة البسيطة يتم استعادتها بعدد كبير من الأشجار وهو ده من الأحياء برضو المهمة أننا بنستمش عملية التشجير فيها ضمن حملة الميزين أيوة بس الميرلاند ده جزء كبير من حي كان بيزخر بعدد كبير من الأشجار وخلينا أقول لحضرتك على سبيل الاقتراحات اللي موجودة من هذا الحي وأنا أفكر أن أنا أحد أبنائه الزراعة على الكباري اللي هي الأشجار المعلقة اسمها أعتقد أو المتسلقة أيوة على سبيل المثال لأن كان فيه رقعة خضراء كبيرة أنا بتكلم برضو وده نموذج فيه ممازج كتير برضو متضرر ده طبعا ضمن الخطة الزامة حراكة الشرط مبدأ الاستعادة ووجود أعداد من الأشجار وعلى عكس يكون أكتر وموجود ده مهم جدا جدا وضمنا يا زي الحم عشان جاكم بنقول لازم يكون عند أحنا ما عندناش خريطة على مستوى الجمهورية لعملية التشجير إن ده أحد برضو الحاجات اللي يقاس في الحوار الوطني عشان أبدأ عملية التشجير لازم أعرف الأول على مستوى الجمهورية إيه الأماكن اللي فيها إن أنا بقى عملية التشجير والأماكن اللي أنا بقى عملية التشجير عكسي أن نقدر حتى نبين للناس مدى البهد اللي يتم فده طبعا الحاجات الهمة جدا جدا نتم من أشكتها أمس في الحوار الوطني طيب دكتور علي يعني أكيد برضو خلال مناقشة حضراتكم حول هذا الملف أكيد تطرقته لفكرة التوصيات أو خارقته بتوصيات وكمان يعني تطرقته لفكرة ألية أولا منع قطع الأشجار وحتى ألية الأسباب أو ألية حتى يعني فكرة قطع الأشجار زي ما كنا منتكلم وزي ما حضركم تتكلم مع مصطفى أكيد فيه ألية حتى لو فيه سبب يستدعي أنه يحصل قطع الأشجار أو تقليص المساحة المنزرعة أو المساحة القضرة في أي حي من الأحياء بالضبط بالضبط دي برضو من كانت الأحد الحاجات المهمة إن من حق المواطف في أي منطقة لو أنا هكوم بعملية تنموية لازم يكون معروف وموجود فيه جهة بتوجيز عملية لو فيه بعض الحاجات حانات تقطيع توجيز هذه العملية فدي برضو من آليات الحوكمة بتاعة هذه عملية الأولى مثل الزراعة وعملية توقفي بعض المساحة البسيطة على سبيل المثال التشرت برضو على السوشيال ميديا إن بيتم تقطيع مثلا أشجار حديثة الحياة أنا أخبرتها مناسب تماما للحياة لأن فيه خبير جابيته الدولة من جنوب أفريقيا كان بمراجعة هذه الحديثة أو تطويرها وآشار أن فيه تلات شجرات هيتم فقط إذاريتهم ولكن لأسباب إن هي فيها تفاوز كبير جدا وقيلة بالسوشيال أكد على حرص الدولة ولكن أنا مع حضرتك إنه لازم برضو يكون قبل أي إجراء يعني عندها عالم وفهم ما يتم ومسببة يا فنم كمان يعني أعتقد دي نقطة مهمة دي أنا متفق مع حريق وده من ضمن التوصيات اللي تمت لأن طبعا الحوار المبالح كان في وزارة الزراعة في ناقب الزراعيين في كل الجهات اللي هي المجتمع المدني وعطتك الحوار الصفرش جدا الوطرد الرئيسي تأكيد على إن الدولة المصرية ومش أكتر من فخامة الرئيس إنه أطلق المبادرة المئة مليون شجرة السبعة سبعين فبلا جدال بكل تأكيد دكتور عيل حقيقة حتى يعني نحن بتكلم في ضوء هذه المبادرة مش معقول بنبقى بنعمل على هذه المبادرة مبادرة مئة مليون شجرة وعلى الجانب الآخر نبقى احنا أصلا بنقطع الأشجار وبنقلص المساحة المنزرعة ومساحة الخضراء فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وأكيد هو التطرق لهذا الملف هو مهم جدا 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 شكرا لحضرتك دكتور عالي أبو سنة رئيس جاز شوالبيئة شكرا يا فمت شكرا